اشتركوا في القناة ارتفع كريس أنجل عن الأرض وسط الجمهور الذي يبعد عنه بسنتيمترات قليلة فقط مما ينفع احتمال وجود أداة ميكانيكية تمكنه من الطفو فوق السطح يصف لنا أنجل كيف قام بهذه الخدعة السر يكمن فقط في ترك الجمهور في الخلف بينما هو يخلع إحدى قدميه من الحذاء ويخطو إلى الأمام برجله التي لا تظهر للمشاهدين تاركا خلفه سرواله وحذاءه المتصلين ليهمنا أن كلتا قدميه تطيران في الهواء الخدعة الرابعة الرصاصة المزدوجة لبين واتيلر يأخذ بين واتيلر خدعة إمساك الرصاصة المعروفة إلى مستوى عال ومبهر حيث يطلبان من متطوعين أن يوقع الرصاصتين قصد التأكد من عدم استبدالهما بخفة اليد ثم يطلقان النار على لوح زجاجي يحاول السحيران الإمساك بغلاف الرصاصتين بفمهما ليتضح فيما بعد أنهما فعلا الرصاصتين الموقعتين من طرف الجمهور كيف فعل ذلك يا ترى؟ يكمن السر في استبدال الرصاصتين الموقعتين برصاصتين شمعيتين بعد حشو المسدسين بالرصاصات المزيفة وإطلاق النار تذوب الرصاصة فور استضامها باللوح الزجاجي ويترك الشمع المنصهر أثر الثقوب على الزجاج يقوم السحيران بواسطة فن التضليل وخفة اليد بوضع الرصاصات الأصلية في أفواههم ليكشفوا عنها بعد إطلاق النار الجزء العلوي من المقصلة حقيقية ومشابه للمقصلات التي تستعمل في قطع الرؤوس لكن الجزء السفلي مزيف إذا تعمل حواجز صغيرة على منع الشفرة من الوصول إلى عنق الساحر ويختفي رأسه وكتفاه عند نزول الشفرة باستعمال باب خفي تحت الطاولة يوجد داخل محطف الساحر هيكل يهم الجمهور أن جسم الساحر لا يزال في مكانه أثناء سيابه أسفل الطاولة وينزلق اللوح فوق عنقه إلى الأسفل ليهمنا أن الشفرة قد مرت بالفعل عبر فتحة اللوح الرأس المنتشل من الصندوق هو بالطبع رأس مزيف شبيه برأس الساحر لكن سرعان ما يتم تبدله برأس الساحر الحقيقي الذي يخرج من تحت الطاولة ويحرك رأسه ويفتح عينه وسط ذهول الحاضرين الخدعة الثانية خدعة ديفيد بلاين الورقة عبر النافذة بعد أن يختار المتطوع ورقته ويريها لجميع من حوله باستثناء الساحر يردها ويقوم بخلط مجموعة أوراق اللعب يرمي ديفيد بلاين الأوراق على نافذة زجاجية وتسقط كلها مباثرة على الأرض ما عد ورقة واحدة تبقى معلقة في الزجاج إن نظرنا عن كثب نجد أن الورقة على الجانب الآخر من الزجاج تحتاج هذه الخدعة إلى شخص ثاني ليقف على الجانب الآخر من النافذة ومعه مجموعة مماثلة لأوراق اللعب ببساطة يرى هذا الشخص الورقة حين كان يعرضها المتطوع على الجميع ثم يقوم بلصق شبهتها في الزجاج بينما الجمهور منشغل مع بلاين يستلقي السحر مستقما على الطاولة بينما تتأرجح شفرة نحوه لتقسمه إلى نصفين يحاول مساعده أن يجمع بين الجزئين مرة أخرى فينهض كوبرفيلد سالما من كل أذى رغم هذا العرض المبهر تعد هذه الخدعة بداية بسيطة إذ يظهر كوبرفيلد كأنه مستلق على بطنه وهو في الحقيقة يطوي رجليه أسفل جسده في مساحة مغفية أسفل الطاولة بينما قدمه التي تظهران للجمهور هما في الأصل قدمي مساعده الذي أخفى جسده في الأسفل يتحرك السحر ومساعده بانسيابية وتناغم تام بين الجسدين ليقنعان أنهما جسد واحد فوق الطاولة عند دمج النصفين يخفي المساعد رجليه تدريجيا بالتزامن مع نهوض كوبرفيلد من الطاولة متابعين إن كنتم على علم بسر لغز من الألغاز أو حيلة من حيل السحر فافضحوهم في التعاليق إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم